في أيام قليلة متسارعة دشن العراق والسعودية جولات من الاتفاق والتعاون المشترك بغداد والرياض التي تجمعهما الروابط المشتركة في السياسة والاقتصاد والأمن يعتبر كل بلدين الآخر صمام أمان له ولشعبه خطة أمنية مشتركة وتنسيق واسع النطاق تفاصيل زيارة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية فياض بن خامد رويلي لدخول في تعاون عسكري مثمر على الأرض نظرا لما يواجهه البلدان من محاولات اختراق الأمنة رئيس هيئة أركان الجيش عبدالأمير يارالا ونظيره السعودي بحث المطلوب على أرض الواقع سيما بعد أن سبق مركز الروابط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية ما نشرته صحف غربية قالين هجوما على قصر ملكي في الرياض نفذته طائرات مسيرة أطلقت من العراق وهنا النقطة الفصلة لإنهاء ما قد يتعمق في العبث الذي تصنعه ميليشيات إيرانية خارجة عن القانون بحسب مسؤولين أمريكيين متانة العلاقة بين العراق والسعودية تطلب اليوم عملا فاعلا في الميدان لضبط معادلة الأمنة سيما الجوانب التجارية والاقتصادية التي تتوجت بفتح معبر عرار وحديث عن معبر من محافظة النجف ليكون نافذة للتعاون وزيادة التبادل التجاري يفتح الأفاق اليوم لإنعاش العراق في ظل أزماته المتراكمة وأحياء نسيجه العربي رسالة ما بين السطور يقرأها مراقبون حول الزيارات المتسارعة بين الرياضة وبغداد على أنها حلول للتهديئة التي يريدها العراق من جهة والسعودية من جهة أخرى ويدخل في تفاصيلها الجانب الإيراني بعد تفاقم الأحداث على الساحة العراقية حيث وصلت شضايا الصواريخ إلى الأرض السعودية اشتركوا في القناة